عنوان الاعتدال وعنوين الإرهاب وحزب الله والاستحقاق الرئاسي اللبناني طبعت مواقف الرئيس سعد الحريري في اليوم الأخير من زيارته لمصر الرئيس الحريري التقى الرئيس المصري عدل منصور وأكد أمامه على أن العرب جميعاً معنيون بنجاح إرادة الاعتدال في مصر وقال نحن تيار الاعتدال في لبنان معنيون بشكل خاص بهذا النجاح لافتاً إلى أن هذا التيار في لبنان هو تيار رفيق الحريري وسنستمر به انطلاقاً من الحديث عن الاعتدال كرر الرئيس سعد الحريري إدانته لتفجير بئر حسن الإرهابي ووصفه بأنه أمر جبان ومرفوض واستناداً إلى هذه الإدانة كرر الرئيس الحريري موقفه من تورط حزب الله في الحرب السورية وجود حزب الله في سوريا كمان بالنسبة لأنه أمر غير مقبول لأنه هذا الشيء عم يورط لبنان في محاور نحن بغنى عنا فيجب على قيادة حزب الله أنه تنظر إلى هذا الشأن بمنظار مصلحة لبنان أولاً الحريري أكد أن اللقاء مع البطيارك الرعي في روما هو في البداية لأن اللقاء في لبنان غير متوفر في هذه الظروف التي يتواجد فيها الحريري خارج لبنان وأن اللقاء فرصة للنقاش مع البطيارك فيما بعد تشكيل الحكومة رايح على روما لأنه يعني فرصة أنه نلتق مع البطيارك وفرصة أنه نحكي بالوضع والحمد لله درنا نشكل حكومة يعني جميعاً ونشوف شو المرحلة القادمة هي أكيد انتخابات الرئاسة شو توجهات قبطة البطيارك نحن قلت كلام واضح وصريح بالنسبة لرئاسة الجمهورية نحن مش حنقبل الفراغ وعما إذا كانت عودتها المرتقبة إلى لبنان ستترافق مع الاستحقاق الرئاسي قال الحريري يمكن مع يمكن بعد يمكن قبل هذا شيء أمني بخبركم إياه بس لما أشوفكم في لبنان الرئيس سعد الحريري كان أجرى أيضاً محادثات مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة من القاهرة بسم أبو زيد شرب الفرانسيس LBCI تناولت المتواجنين تناولت المتواجنين ترجمة نانسي قنقر